قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخصتنا ويلا نبدأ فيلمنا فيلمنا بيبدأ مع كاترين وحبيبها كيفين وهم راجعين من صاحب اللي التركيزها بتعمل حادثة وبطاقة العربية في المية وكاترين بتنقذ نفسها وبيموك كيفين غرقان ولان كيفين كان لعيب كورة مشهور بيشغل خبر موتو الرأي العام وبيحققه مع كاترين وبيطلب عرضها على دكتور نفسي وبتقابل الدكتور مايكل المسؤول عن قضيتها وبيطلب منها الجلسة يكون من غير المحامي فبتوافقه وبيسأله عن شغلها وانها لازم تعملها تقييم نفسي علشان تخرج بكفالة والقاضي عايز يتطمن على قواها العقلية وبيسأله الدكتور عن اكتر حاجة بتكرهها بتقوله الاوامر وبيعرف الدكتور انها ما بتحبش حد يسيطر عليها وبيقولها انها خطرت بحياة حبيبها علشان تثبت لنفسها انها حرة وتقدر تعمل اللي هي عايزها وبيقولها ممنوع التدخين لكنها بتولع السجارة رغم انه رفق وبتقوله انه شبهها وانه بيحب يسيطر على اللي قدامه وبيجي معاد المحاكمة ومايكل بيقول ان المتهمة بالرغم من انها مدمنة لكن مش بتشكل خطر على المجتمع لكن بتشكل خطر على نفسها بس وبتخلص الجلسة وبيقابل ادم الصحفي اللي بيكون مهتم بقضية كاترين وبيرفض مايكل يقول له اي شيء عن القضية لكن ادم بيستفزه وبيكلمه عن قضية جورج اللي كان بيعالجه وضرب حبيبته الحامل لحد ما موتها وبيتدايق مايكل بسبب فشله في انه يعالجه وبتعصب عليه وبيسأله هو عرف جورج منين بيقوله من حبيبتك القديمة دينيس وبيروح مايكل لدينيس وبيعاتبها انها حكت لأدم عن قضية جورج وبيقولها انه مغلتش في علاجه لكن لو قضية القتلت شهر ده هيهدد مكانته في الجامعة وانها لازم توضح لأدم ان القضية انتهت مين سنتين وبيروح تاني يوم على شغله وبيكلمه الزابط وبيقوله ان كاترين طلعب براءة من قضية كيفين بسبب ان القاضي اعتبر ديكي غير مؤهل للشهادة لكنه متأكد انها هتعملها تاني وهي رائبها علشان يقبض عليها وبيطلع مكتبه وتاني يوم بيلاقي كاترين مستنيا وبتقوله انها عايزة تتكلم معاه بسبب التقييم النفسي اللي كتبه في المحكمة وبتقوله انها عايزة تتعالج من ادمان المخاطرة اللي فيها وانها مرة كتبت مقال وحقت فيه اللي حصل لها وانه بسبب حبها للمخاطرة مت حبيبها كيفين وانها عايزة تتعالج لكن مايكل قال لها انه هيبعتها لصديقة ليه هي اللي هتعالجها لانهم فقدوا الثقة في بعض بسبب التقييم وبيبني ان كاترين كانت عايزة مايكل اللي يعالجها وبتقول تكتب له شيك بتمن كلامها معاه وبيرجع نفسي بقولها انه هيعمل معاها جلسة تانية وبتوافق كاترين على كلامه وبييجي معادي الجلسة التانية ومايكل بيسألها عن المتعة اللي بتوصل لها لما بتعمل حاجة خطر اثناء علاقتها العاطفية وبتقوله انها بتعشق المخاطرة وده علشان بتشتغل مؤلفة فبتتخيل كتير طرق موت مبتكرة وبتحاول تولح سجارة لكن مايكل بيرفض وبيقولها انها في مكتبه يبقى لازم تسمع كلامه فبتبدأ تتغير وبتكلمه عن المريض بتاعه جورج اللي قتل حبيبته الحامل وبتقوله انها عارف قصته من صحفي عمل معها لقاء اسمه آدم وبتقوله هو عارف انه مريض وبرضه دافع عنه علشان كده هي وثقة فيه علشان كده عايزها تتعالج عنده وبيوافق انها تتعالج عنده وبيبدأ يرى كل الروايات العنيفة والجنسية اللي هي كتبتها علشان يعرفها اكتر وبيبدأ الجلسات وكاترين بتحكيله ان المحقق رو يتهجم عليها قبل كده وانه عايز يعمل معها علاقة وانه هيسهل اجراءات قضيتها واما رفضت قرر انه يحبسها وفي النهاية فشل في دا وبتقوم وبتنهي الجلسة بنفسها علشان عايزة تشرب سجارة وبيروح مايكل مع ازملته للدكتورة ميلينا حفلة علشان يقابل الدكتور جاسي وبيطلع غرفة علشان يجيب الجاكب بتاعه وبيلاقي كاترين جات وراه وبتعتذر له على انها ثابت الجلسة ومشيت وبتطلب منه النوم يخرجه سوا ويتكلمه لكنه بيرفض وبيقولها انه ما بيحبش الاختلاط بالمرضى بتوعه وبيطلب منها انها تسيبه وتكمل الحفلة وبيقال تجوبه بيسيبه يمشي وبيستنى جالسة كاترين ولما بتوصل بيفضل بصص لها وبتقوله انه ادم تقتل وبتقوله ان الزابة رويها يحاول يثبت ان هي اللي قتلته وبتولع سجارة وبتعصب عليها وبيطلب منها تطفيها يا اما تخرج من مكتبه وبتسيب علبة السجارة والولعه قدامه وبتكون اصدى انها تعرفوا انها غيرت ولاعتها وبتقوله انها هتنهي العلاج معه وبتسيبه وتمشي وبيفضل مايكل صهران ولما بيرجع بيلاقي روي واقف مستنيه وبيقوله انه اكتشف ان ادم ليه صديقة جديدة وهي كاترين لكن مايكل بيرفض يتكلم وروي بيقوله ان ادم تقتل وانه كان هيكتب عنه مقال يسير الشبهات حواليه وبيسأله عما كان وجوده ساعة الجريمة فبيديله مايكل اسم ميشيل اللي كان معاها ساعة الجريمة وبيشكره روي وبيسيبه ويمشي وبعد فترة مايكل بيحاول يتكلم مع كاترين تاني ويعتذر لها لكنها مش بترد عليه ومايكل بيكون بدأ يفقد تركيزه مع المرضى بسبب التفكير في كاترين وبيكون عنده معاد مع الدكتور جاست علشان الترقية بتاعته بيلاقي كاترين موجودة عنده وما بيركس مايكل في المقابلة بسبب تركيزه مع كاترين وبيفضل مايكل واقف بره قدام بيت جاست ومستنيها تخرج ويمشي وراها وبتكون عارفة انه بيرائبها وبتدخل بيتها وبتختفي فيه وبيطلع يدور عليها وبيتفاجئ انها بتدفع لشخص علشان يعمل معها علاقة وبيرجع بيته وبيحكي اللي حصل لميلينا فبتقوله ان كاترين بقت تهدده هو قدكتور نفسي ولازم ينهي علاقها فورا وهي لو عايزة تتعالج تبعت لها هي وبيكمل مايكل حياته لكن روي مش بيسيبه في حاله وبيقوله ان امراته قالت انه كذب في تقييم جورج وانه السبب في قتل حبيبته الحامل وبيروح لدينيس وبتسألها عن سبب كذبها وانه قتل جورج لصديقته مش بييده ولا غلطه وبتقوله دينيس ان كاترين كان عندها حق في اللي قالته عنه وانها كانت لازم تصدقها وانها هتمشي علشان هتقابل صديقها وبيفضل مايكل يرقبها وبتدخل ديسك وبيلاقيها واقفة مع حد شبه كاترين لكن فجأة بيختفوا من قدامه وانه كان بيتخاني معها قبل الحدث على طول وروي بيحقق معه بيقوله انها دخلت في غيبوبة وانه المشتبه فيه الرئيسي ومايكل بيقوله انها هيمشي لانه مفيش قدلة ضده لانه لو فيه كان زمنه محبوس وبيسيبه وبيطلع على كاترين اللي بتكون عارفة انه هيجيلها وبيسألها عن العلاقة اللي بينها وبين دينيس فبتقوله انها كانت محتاجاها علشان ابحص روايتها الجديدة اللي بتتكلم فيها عنه وانها عارفة انه تغير من ناحيتها علشان كده جالها وبيقرب منها وبيعملوا علاقة وبيصحى من النوم وبيلاحظ ان فيه حقنة في التلاجة بتاعتها وبياخدها وبيروح يا قابل رواي وبيقوله انه شاكك انها نفس المادة اللي كانت في دم كيفين قبل ما يموت اللي كانت سبب في موته وروي بيقوله ان المادة هتاخد اكتر من يوم لحد ما يتم تحليلها ومايكل خارج بيلاقي هنري محامي كاترين مستنيه وبيطلب منه تقييم نفسي لنفسه لانه عارف انه شاطر في شغله وهنري بياخد باله ان رواي خارج من نفس الحنة اللي خارج منها مايكل وبيحذره من رواي وانه الزابط فاسد ومرتشي وانه ادم كان مسؤول عن فتحه قبل موته ومايكل بيدور على حقيقة كلام هنري وبيلاقي ادم بيتكلم عن زابط فاسد بيغير في الادلة لكن التحقيق ماكملش بسبب موته وبيلجأ مايكل لزميل ادم اللي كان بيساعده واسمه بيتر وبيسأله ان كان الزابط الفاسد هو رواي بيأكد له بيتر ان ادم كان هيفضح رواي بالادلة لكنه تقتل وبيرجع لكاترين علشان يعتذر لها على شكه فيها لكنها بتقوله انها ما بتحبش حد يسرق من بيتها وان المادة اللي خدها انسولين مش مخدر وهو مروح بيكون مش عارف يصدق مين وبيلاقي رواي جايله وبيقوله ان المادة طلعت المخدر اللي كان السبب في قتل كيفين وبيوري له التقرير لكن تقرير مش رسمي لان الادلة تقدمت بطريقة غير رسمية وبياخد رواي مكان جريمة تاني وبيطلع البيت وبإيه لكن مايكل بيرفض يتكلم لانه بيحترم خصوصية المرضى بتوعه وكمان ما عندوش دليل واحد ضد كاترين وروي بيدي له كارتل ملازم اسمه فيل في سان فرانسيسكو وبيقوله اتصل بيه وبيتصل بيه وبيعرف ان كاترين كانت متهمة بقضية قتل قديمة بشخص اسمه جوني واتنين كمان وبيروح له بيواجهها باللي عرفه وبتدله استوانة الرواية الجديدة بتاعتها وبتقوله انها قتلت جوني كنوع من انواع التحدي علشان تشوفها تهرب من الجريمة ولا لا وانها قتلت ادم لانه كان ناوي يضمره ويضمر حياته وانها قتلت دينيس لانها كانت هببوز كل اللي حصل في تحقيقات ادم ومايكل ما بيكونش مصدقها لانه عارف ان كلامها كله هيبقى كدب فبتقوله طالما كده كده مكدبني بيستنى الضحية الجاية وهي بتقتلها ويحاول يعرفها لحد ما بيهجم عليها وبيغرقها في المية لكنه بيتفاجئ انها بتتحقله فما بيقدرش يقتلها وبيسيبها ويروح بيته وبيفضل يقصر في كل حاجة وبيكرر يقرى رواية كاترين اللي على الاستوانة وبيلاقيها كتبت كل اللي حصل من اول موك كيفل لحد ضحيتها الجديدة وبيعرف مايكل ان ضحيتها الجديدة هي ميلينا صاحبتها وبيجري على بيتها وبيرن عليها وبعدها الزابط روي علشان يقابله عندي ميلينا وبيوصلها مايكل وبيقولها على اللي كاترين ناوية تعمله لكن كاترين بتكون سباقيته وكلمتها وحكتلاقى على اللي حصل بينهم وميلينا بتقول له انت خلفت النظام الاخلاقي بتاع المهنة وعمل علاقة مع مريضة وانه حاول يتهجم عليها ويقتلها وانه هيتم يعادة النظر في الرخصة بتاعته وكمان بتوجه له تهم جنائية وبيلاقي ان كاترين موجودة عندي ميلينا وبيحاول يتهجم عليها وميلينا بتحاول تمنعه فبيزق ميلينا على الارض ويغمى عليها وكاترين بتهدده بالمسدس لو قرب لها لكنها بتقوله انها مش ناوية تقتله وبتديله المسدس وبتقوله ان ادم قبل ما يموك كان عارف ان جورجي ما قتلش صاحبته وان اللي قتلها هو روي بسبب شغل بينهم وبتلاقي الباب بيخبط وبيقول روي وبتطلب كاترين المسدس منه وهي تتصرف لان روي عايز يقتلها باي شكل لكن بيرفد يدهولها وبيهددها بيه وبيكسر روي الباب واول ما بيدخل روي مايكل بيدربه بالنار وبيقتله وبيتقبض عليه وهو رفع المسدس ناحي كاترين وبيشوف كاترين وهي مبسوطة لانها خليته يعمل اللي هي عايزها وبيدخل مايكل مستشفى الامراض العقلية وبيكون على كرس متحرك وبتزوره كاترين في المستشفى وبتقوله انها غيرت في نهاية روايتها وانها كتبت نهاية افضل وبتقوله انها بتتكلم عن كاتبة والناس بتموت من حواليها وبيحاولوا يدوروا على القاتل وبيكون الدكتور النفسي هو القاتل وان الدكتور بطل روايتها اللي قاتل ادم الصحف اللي كان هيضمر حياته وقتل دينيس لانها عارفة حاجات محدش عرفة غيرها وقتل ديكي بسبب الغيرة وبتشكره لانه السبب انها تكتب الرواية بتاعتها وبتسيبه وتمشي وهي فرحانة لانها قدرت تفلت من كل الجرائم اللي عملتها وهنا بينتهي الفيلم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة ولف لفة في القناة هتلاقي افلام تعجبك واشوفكم الفيلم الجاي سلام